وعند بس بعد إذنك رأيك إيه في اللي بيتقال ده ورأي إيه المصريين الأحرار كحزب في اللي بيتقال من حزب الوقتين لا أنا الحقيقة شايف الموضوع ده بشكل أكبر يعني لأن الموضوع ده جزء من الحالة العامة ومن طريقة إدارة المرحلة الانتقالية من يوم ما تنحى الرئيس السابق في 11 فبراير لغاية النهارة لأن زي ما أنت محددتش جدول زمني وسايب الحالة فيها حالة سيولة سياسية عامة كده وما فيش حاجة واضحة وبنشتغل برضو لسه القوانين يوم بيوم والتعديلات يوم بيوم اللي هو فكرة الموظف يصحى الصبح إيه اللي محتوط على مكتبه ويشتغله ما فيش رؤية سياسية واضحة وكبيرة لدى من يدير المرحلة الانتقالية لهذه البلد جي من ده إيه جي من ده حالة الالتباس اللي واضحة حوالين الحزب الوطني أنت مش بس تسيب الحزب الوطني يبقى موجود ويكون أحزاب أنت سيبت حالة الالتباس عامة وقعت فيها كل الأحزاب كان لازم من بعد الثورة دي بفيه جوب ديسكريبشن كده حاجة واضحة زي ما الموظف يروح يقعد على مكتبه سبحانت جوب ديسكريبشن عارف إيه شغله وإيه مش شغله لازم يقول لنا علاقة الحزب الوطني ده إيه بمصر وعلاقته إيه بالأحزاب السياسية مثلا هل هنشتغل بالعزل السياسي وكل يعني أنا طبعا مش مع الغدر لكن في حاجة اسمع العزل السياسي لكل من أفسد أو الحرمان السياسي المدة وإحنا الوقت المجلس العسكري في إيديه سلطة التشريع وخبالك إزاي فهو يقدر فعلا يعمل قانون واضح سيبك من القوانين والغدر ومش الغدر ده كل ده كلام قاضي مهندس باس الحزب المصريين الأحرار موافق إنه الأحزاب الحزب الوطني القادات اللي فيه ينضموا الوقت يعني إنه هما ينزلوا تاني يشتغل السياسة بص المواصفات اللي قالها الأستاذ سامشيها هي اللي عندنا وهي اللي عنده كل الأحزاب مش دي القضية أنت هنا أنت واقع في الفخ أنت هنا مش طرف في الموضوع الحالة السياسية حال عامل لازم كان يبقى فيه وضوح من الدولة لما يبقوا أكبر العائلات في مصر بينتموا زي ما قلت لك الحزب الوطني عشان يحققوا مصالح عائلتهم وبلدهم وخبالك إزاي ده ما بقاش حزب يعني هو الحزب الوطني ده اللي منزلش فيه ولا واحد أيام صورة يناير أو ما بعدها ده تتصوروا حزب أو تنظيم سياسي ده دولة ده جزء من الدولة جزء من تكوين الدولة وخبالك إزاي ما هي دي حالة التباس حالة التباس دي بقت مردودة عندنا يا إخوانا الحزب الوطني ده اللي خلاكوا في الانتخابات اللي فاتت مفيش حد فيك ويوه خش مجلس الشعب يعني أنا مش فاهم برضو مش أدري استوعب أيوا مين اللي قال انهم عيبوا على قويم العزل يعني هما يرجعوا يشتغلوا سياسة تلك دي حرب سياسية ده يسأل فيها وزي ما بيقول بس كده مباشرة من يدير شؤوني البلاد في الوقت الرهن القوى السياسية من أول يوم من أول يوم قالت ان يجب أن يصدر حموم بالعزل من أول يوم من أول يوم من أول يوم المجلس العسكري اللي بيدير ده اللي أنا بقوله عنده الشرعية السورية وعنده الشرعية الدستورية عنده كل حاجة متعددة فده فخ مقصود مش بس عشان يرجع تاني الوطن يبقى موجود لا كمان انه يخش ويتدخل النهاردة الصفحة لما هتعودوا مع الفريق سامي عنان هتقولوله الفكرة دي لا اتقلت تعمل عزل لا فكرة العزل السياسي مطروحة مطروحة من أول يوم والكل يتفهم وما بيش حد يعمل حاجة يعني أصدر هي ليها حسابات في بعض الأحيان المتآمرين يقولك انه صعود الطيار الإسلامي بهذا الشكل الكبير ربما لا يجابه إلا في رول الحزب الوطن يعني هم يعني كلا الطرفين كان عنده خبرة لهذا العمل الصعب ربما الأحزاب الجديدة ربما الأحزاب المحترمة لا تمتلك هذه الخبرة للمجابهة ربما ده كمان يكون السبب الخفي لحرص صنع القرار على أن يبقى عندك تلت في البرلمان يستخدمه كتلت معطل في حالة أنه هذه الطيارات تحصل على الأغلبية فيبقى عنده تلت من فلول الحزب الوطني يستطيع أن هم يقفوا لبعض المشاريع وبعض القوانين ماهما فيش حاجة واضحة احنا محتاجين أن حد يطلع ويصرحنا مباشرة أنا ليه خدت بالتلتين وليه خدت بالتلت ليه ما خدتش خرارات العزلة حتى الآن ليه بسمح لأحزاب ليه بسمح لبقايا الحزب الوطن أنها تعمل 8 أحزاب سياسية كل ده لازم يحط يرد عليه لازم يترد عليه بوضوح اللي أنا فهمه من كثير من الأحزاب والرؤساء أحزاب اللي بيتكلمهم في مجالات كثيرة في الإعلام عموما بشكل عام وعلى الإنترنت إن القائمة الفردية دي هتسمح لتخلي الحزب الوطني يرجع تالي حتى الشارع يعني الرجل الشارع اللي واقف كان في مدان التحرير وفي مدان روكسي كمان بيقول نفس الكلمتين دول إن القائمة الفردية هتخلي يبقى فيه ثغرة إن الحزب الوطني يرجع تالي بشكل أو بآخر ده مش بشكل أو بخده بوضوح شديده ده مليون في المية بوضوح شديده أنت عندك أسر ما أنت دلوقتي حضرتك بتقول لي أنا ضد إن اللي يبقى فيه كده وتقول حزب الوطني تاني ويشارك وفي الناس اللي بتقول لي إن أنا حاخد ناس من الحزب الوطني يبقوا معايا بحدش قال بحدش قال مين اللي قال إن إحنا هناخد ناس من الحزب الوطني أمال أنا قلت لحضرتك إحنا حطينا معايير هذه المعايير هتمنع إن يبقى فيه أي واحد من الحزب الوطني أي شخص من الحزب الوطني سهلت أنا خايف زي ما حضرتك قلت لي من شوية إن القانون ده فيه صغرة حاسس إن ده ممكن يكون صغرة لأ إنت من حقك تخاف إحنا عايزين نفرق ما بين حاجتين بين القانون يسمح لهم وده يسمح لهم وبين إن الأحزاب أو الوافد يسمح لهم دي حاجة تاني كون القانون يسمح لهم بعد إذن سيادتك بدون قطة كلام إيه الفايدة اللي هترجع على الوافد من الحتة دي بالزرق أنا حتة بص ما فيش إن هو يضمون في قوائمه أنا بقولك لن تتضمن كلامي واضح هو لن تتضمن قوائم الوافد أي شخصية من الحزب الوطني المنحل أنت عايز إيه غير كده معلش حاجة أنا عايز أرد عيك صد يعني إفرد أنا عندي حسين كان هو نائب الوطني وجبت أخوه محمدين فكرة كان كده حلت المشكلة ما هو ده مش عضو في الحزب الوطني مش قيادة دي العصبية والقبالية دي عصبية والقبالية أنا كان في حسين نازل وجبت محمدين اتحلت المشكلة ما تحلتش بص هنا هنا في مسألة إدارة واضحة زي ما كانت الدولة سايبانة قبل كده قبل 25 يناير بنضرب لبعض كان لازم يبقى فيه حجم اللي اتنين ينقول حرمان وعزل سياسي لكل من 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 ونصنفهم يا إما نقول مصالحة وطنية شاملة الدولة هنا تبقى واضحة وتتحمل مسؤولية زي ما كان عندنا قادة في مصر بيتحملوا مسؤولية القرار السادات اللي النهاردة بننعم في السلام عشان هو خد قرار واضح وواجه وقوم احنا النهاردة كل سينة موجودة معنا وما زالت فلسطين بتدور على أرضها كان فيه قرار ما تهاجمش السادات تهاجم خد لون واضح ولا لا خد لون هنا احنا بنطالب المجلس العسكري من فضلك خد لون واضح يا إما تقول لنا فيه مصالحة شاملة ووطنية واخد بالك إزاي وتعفل أحزاب من حرج القبليات والعصبيات وان فيه كوادر جاهزة ما لهمش انتماء سياسي بالحزب الوطني ده كان انتماء للدولة بأي شكل وعفينا من الحرج ده وشيله وصفي بقى العملية الانتخابية إما تقول لنا الناس دول معزولين واخد بالك مسؤول هنا مش الأحزاب انت هنا احنا من الدرجة التانية بنمارس عمل سياسي من الدرجة التانية هو ده الوسط الانتخابي وهو ده القانون وانت بتشتغل من خلاله ولكن عايز تقول لنا في الأحزاب بتاعتنا احنا في المصير الأحرار لا احنا ما نقبلش أي حد أفسد في الحياة السياسية المصرية بالتأكيد ما نقبلش بس المجلس العسكري قابل كل من أفسده في الحياة السياسية صح؟ وحطوا لهم قانون وسمح لهم ب7-8 أحزاب وسمح كمان بالفردي عشان كمان يتسلل منه الناس اللي مش في الأحزاب كل ده كان ممكن تقاومه بوضوح وإحنا ما بنقولش حرمان سياسي عام إحنا ضد الحرمان السياسي العام والنهاية ده ولكن احرم وده محدد لغاية بس ما الحياة السياسية تستقيم والكوادر السياسية في الأحزاب تتنمى وكده نتكلم مثلا في 5 سنين 4 سنين إزاي ما يكون وفي بالك إزاي فده جزء من حالة الالتباس العامة ووضع جميع الأحزاب كده في حالة رمضية ما تقدرش تحدد لون أو حركة لاتجاهك وده اللي بيعمل الخلط لما يتقال أسرة من الأسرة الكبيرة في صعيد مصر انضمت للوفد فالناس تتصور لأنه كان كبير الأسرة كان هو بعضو في الحزب الوطني أنه انضم لك الوطن لأ حقيقة الأمر أنت لو هتطبق الأمر بحرفيته أنت الأعضاء السابقين أنت ما ضمتهمش لكن ربما تكون أنت راغب تضم الأسرة لأن الأسرة لها سطوة وموجودة وحتنجح هتنجح سواء معك أو مع حزب أخر فمن باب أولى من نحية الإطار السياسي أنك أنت محتاج نواب أنك تضمن تبقى الأسرة دي معك أنت تستطيع بقى في حالة القيمة المفتوحة أنك تحط بعض الشخصيات اللي تهمك من الحزب تحط بعض الأخبار تحط المرأة في المقدمة وبعدين تيجيب الكتلة بتاعة العصبية تحطها نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة فتضمن أنها تشيل تشيل القيمة كلها ده الهدف النبيل اللي ممكن تسعى إليه بالقوات السياسية في المرحلة الماضية أنا عندي ثلاث أسئلة سريعا لأن أنا يصدي تقريبا خمس دقائق واحد الطوارئ قانون الطوارئ عايزين تقولوا في إيه اتنين الموضوع الخاص بيه كان معايا ضيف عزيزة عندنا هنا فقيه دستوري وأستاذ قانون في إحدى الجامعات وسألته سؤال أنا هسأله لحضراتكو برضو وهو أنه الشباب اللي نزل لدان التحرير وعمل اتلافات جديدة دي نسبت نجاحه إيه أنه يخش مجلس الشعب وخصوصا أنها أحزاب لسه صغيرة حضراتكو أحزاب كبيرة طيب خلينا أقولك في الطوارئ الأول لازم نتفق على حاجة عشان بيحصل فيها خالط لازم نفرق بين قانون الطوارئ وبين حالة الطوارئ قانون الطوارئ في كل دول العالم فيه قانون للطوارئ لكن من لفظ بتاعهم من التعريف طارئ يعني حدث عندك ظرف طارئ بتطبق قانون الطوارئ بمجرد ما ينتهي هذا الظرف تعود الأمور إلى ما كانت عليه يعني إحنا شفنا في فرنسا لما حصل وفنجلترا أخيرا أنه لما حصلت المظاهرات أن القانون الطبق لمدة أسبوع حالة الطوارئ فردت أسبوع بنهاية الأحداث انتهى الأمر إحنا مشكلتنا في مصر أنه من 6 أكتوبر 81 وإحنا عندنا حالة استمرارية حالة الطوارئ ما فيش دولة في العالم عاد فيها قانون الطوارئ 31 سنة مية في المية مش ممكن في ظل النظام البائد كان بيقول أنا بطبق الطوارئ في حالتين فقط لا غير في حالة الإرهاب وحالة الإتجار بالمخدرات لكن بي كان بيطبقه في حاجات تانية لا أنا بقولك هو كان بيقول كده إحنا اتفاجئنا بعد الثورة أنك بتوسع من سلطات حالة الطوارئ بتوسع من سلطات حالة الطوارئ أنك أنت تخليها تتجاوز الاعتصامات وتتجاوز التظاهرات وتتجاوز حرية الرأي وحرية تعبير والإعلام والصحف لا انت وسعت انت وسعت في غير موضوع وانت عندك قوانين عادية تستطيعها أن هي تحقق لك كل ما تسعى ليه تطبق الطوارئ ليه؟ قدر أقولك بوضوع شديد لأن كل قيادات الشرطة يعني كل اللي دخل كلية الشرطة وتخرج منه ومن سنة 81 إلى اليوم هو عمل مارس سلطاته كمأمور للضبط القضائي في ظل حالة الطوارئ فخدع على التوسع لما تيجي النهاردة تقول له لا أنا حوق في حالة الطوارئ لا يبقى بتعجسه يعني مش بقى مش مكافحة البلطاج ولا بتاع الموضوع التانية الخاصة بعدم لا هنرجع لها مهندس باسم بعد إذنك لا ده مش بس الزباط تشتغل ده تولده كمان في الطوارئ يعني من 81 للنهاردة بتتكلم في 30 سنة فيه زباط شرطة كتير لما أعتقد لغاية نقيب تولد في ظل حالة الطوارئ لا إحنا طبعا بنرفض حالة الطوارئ وأنا كمان الحقيقة خايف على هبط الدولة من حالة الطوارئ إحنا فرضنا حظر التجول تفتكر في 25 يناير طبعا وكانت الشوارع مليانة ناس بقى شكل الدولة إيه لازم لما أجي أخو القرار أفكر في هبط الدولة وشكلها القانون ما ينفعش أبدا من غير إمكانية تلبيقه دي قضية مهمة جدا نعم أنك تفرض قانون وتبقى عندك يقين أنك قادر وأن الناس عندها استيعاب حظر التجول في وجود الملايين والألاف في الشوارع ما بقاش لي معنا ده واحد قانون طوارئ في وجود جمعة مبارح أقربها من ساعات في آلاف مئات الألوف وخبالك إزاي في كل ميادي مصر أنت المفروض الطوارئ ده يعني أي تجمع بتقبض عنها فين فين الكلام ده فين عايزين وضوح عايزين كده وضوح وشفافية ورؤية إحنا عايزين نروح فين المسألة مش مسألة قانون طوارئ موجود في كل دول العالم من حكم العسكري ممكن يتطبق في أمريكا في أي لحظة أكبر دولة ديمقراطية ودولة حريات في لحظات بتفرض قوانين استثنائية وخبالك إزاي لكن أنت بتعمل ده في ظل حالة من عدم التطبيق مجرد عمال بتطلع قوانين كل يوم الدولة بتفقد جزء من هبتها في ظل وجود حالة الطوارئ الموجود طبعا الأحزاب بترفضها بالتأكيد وكمان يعني أزيدك من شعر بي تسمح لي أنت دخل على انتخابات انتخابات يعني مسيرات ودعوات ومؤتمرات إزاي يبقى في انتخابات في ظل حالة طوارئ طوارئ وفرض صعوبة على التجمعات والأشكري آسف لكن وقت انتهى سريعا الأحزاب الصغيرة اللي نشأت جداية دول ليهم أمل أنهم يخشوا مجلس الشعب ما لم تحتضنهم الأحزاب الكبيرة ما لهمش أمل الأمل معقود على أن الوفد يقود الحركة الوطنية في المرحلة القادمة وأنه يجمع كل الأحزاب الصغيرة والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشركية والقومية في قائمة واحدة قدر أقولك وقتها عندنا أمل أن nós نتفادى الصغرات اللي لدينا فيها في القانون في أنه نلاقي المرأة واللأقباط 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 لا أقولك على الأحزاب الصغيرة لأنا أعايز أقول أن الوفد ت20 Larry عنده سقطة كبيرة الفترة اللي فاتت إحنا بنرحب بين أنه يرجع للأحزاب الليبرالي المسألة ما بقتش الوقتي في القيادات احنا محتاجين كلنا لحط ايدينا في قدينبع لان في احزاب صمدت وقفت ضد التكفير من حقها ان هي كمان تاخد يعني وضعها في الوسط السياسي في احزاب ازعانت لانها انضمت لطيارات اسلامية زي الوفد فليعود الوفد مرة اخرى اهلا بيه لحظيرة الطيارات الليبرالية معانا جزء مننا بلاش حظيرة لجعبة الطيارات الليبرالية عايز اقول لك بالنسبة للشباب في مشاكل ان هذه الثورة قامت بشباب منفردين اتجمعوا مش عشان يعملوا الثورة اتجمعوا بعد نشوء هذه الثورة ومن هنا المشكلة ان هذه الكوادر السياسية هي ايضا كوادر جديدة مش منتمية لاحزاب جديدة على الوسط السياسي هي كمان محتاجة تنضم لاحزاب الاحزاب الليبرالية او الاحزاب اليسارية زي ما يكونوا وعشان يقدروا يبقوا موجودين في البرلمان كلمتين صغيرين انا اسف للمخرج كلمتين صغيرين الفريق سامي عانان لما هيقعد مع الاحزاب النهاردة متوقع ان يولي سريعا انا متوقع ان هو هيقبل بتعديل قانون الانتخابات ان هو هيستجيب للقوة الوطنية ان هو يعدل قانون تقسيم الدوائر ان هو هيوعد بان تنتهي حالة حالة الطوارئ قبل الانتخابات وانا اعتقد ان لو استجاب للرأيين دول النهاردة هيكفر مهندس داسم انا اعتقد ان هم في ورطة كبيرة محتاجين ان هم يبقى في رؤية واضحة وقرار واضح مايرجعوش فيه ايا كان هذا القرار عشان نتفك من حالة السيولة والاتباس السياسي اللي موجود ساذ عصام شيحة المهامي بالنقد وعدو الهيئة العليا لحزب الوفد ومهندس باسل عادل عدو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الاحرار شكرا جزيلا لحضراتكم شرفتونا